يجب أن تغاتل الحيوانات في البرية كل يوم من أجل بغائها حتى تتمكن في النهاية الوصول إلى سن البلوغ وتصبح أغل في الخطأ هل تسألت يوما عن مدى صعوبة وصول الأطفال حديثي الولادة إلى سن الرشد عندما يكون هناك الكثير من الحيوانات المفترسة ما هي فرص وصول حمار وحشي إلى سن الرشد إذا كنت تريد أن ترى صعوبات النمو في عالم الحيوانات تابع معنا بينما نقوم بالعدل التنازلي لعشر مرات تستهدف الحيوانات المفترسة الأطفال حديثي الولادة النمر هذا النمر يسلي نفسه برضيعة الإمبالا قبل أن يقتله لسبب ما أنه يستمتع باللعب مع وجبته قبل أن يقتله وأخيرا يقتل الإمبالا ويستمتع بوجبته هذا هو الجزء الذي يمكن الغول أن الطبيعة غاسلة إنه أمر محزن رؤية الأطفال حديثي الولادة يتركون الكوكب بسرعة شاهد هذا النمر يغضي على هذا الحيوان وكأنه حلوى هذا النمر يمشي بعيدا نحو حفرة مائية ويلاحظ غزالا وحيدا ولا يضع أي وقت لماذا أكل هؤلاء الأطفال بمفرجهم؟ حمار الوحشي يهاجم طفل الحمار الوحشي الآخر ليس على أمهات الحمار الوحشي الغلق بشأن الأسود والفهود ولكن عليهن الغلق بشأن ذكر الحمار أيضا لأنه قد يقتل الأطفال للغضاء على منافسه المستقبلي هذا الحمار الوحشي يحمل الطفل إلى البحيرة وكاد أن يغرغه لكن والدته تدخلت وأنغذت حياته ومرات يتمكن من غتل الأطفال تنين الكومودو يصعد العجل تنين الكومودو يهيمن على المناطق التي يغيمون فيها نظرا لحجمها قد يهاجمون بشكل متكرر هذا الفيديو ليس للذين غلوبهم ضعيفة تنين الكومودو يمزغ هذا العجل الصغير ووالدته لا يمكنها فعل شيء أعتقد أنه يوجد شيء واحد يمكنها فعله إضافة الملح والفلفل على الأسود الأسود تهاجم أطفال الضباع يتم غتل الضباع من غبل الأسود لتغليل المنافس الشرس بينما ينظر الأسود إلى الحيوانات المفترسة الأخرى على أنها تهديد للأراضي ولهذا يتم غتها على سبيل المثال غد تقتل الحيوانات الأخرى لأن لا يزداد عددهم الأسد يصطاد الخنزير الأسد وهو يصطاد الخنزير يجلب أكلا طازجا لعائلته إذا سألتني يبدو هذا الخنزير وكأنه وجبة خفيفة حتى يتمكنوا أن يمسكوا بوجبة أكبر الأفعى تصطاد الطائر الصغير هذا الطائر الصغير خرج للتو من بيضته وهذا الثعبان يأتي لزيارته تدور الأفعى حول الطائر ولكن لم تأكل وهذا أمر عجيب تغدم عالم الحيوانات أفضل ما تريد رؤيته في مملكة الحيوانات إذا كنت تريد مشاهدة أحدث المواجهات بين الحيوانات البرية اشترك في الغناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر